جاء تنظيم هذه الحملة من قبل سفراء السلام بمؤسسة شمس الهدى وذلك بصالة الطب بجامعة آدم بركة رئيس اللجنة التنظيمية محمد علي الجالي في حديثه شكر الحضور على تلبيتهم للدعوة وقال إن لجنة سفراء السلام جاهزة للقيام بالتوعية الشامل من أجل توسيل الرسالة ممثل مؤسسة شمس الهدى السيد عبدالله بكر محمد في حديثه أوضح أن هذه المناسبة التوعية تسمح للشباب الذين تلقوا التدريبات بنشر إعادة المعلومات للورشة التدريبية حول تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في التعايش السلمي التي نظمتها مؤسسة شمس الهدى في الشهور الماضية ومضيفا أن المؤسسة قدمت الكثير وما زالت تبذل قصارى جهدها لخدمة المواطنين وكما قدم كل من السيد سريا بكر إمام والإمام محمد العابد حسين بعض من المعلومات والتوصيات التي خرج بها المشاركون في الورشة الماضية أما في كلمتها لعمدة النائبة الأولى لبلدية مدينة أبشة خديجة السماء حيسى شكرت المؤسسة على هذا العمل الذي تقدمه تجاه السكان ودعت المؤسسات الأخرى بأن تحظوا طريقها المناسبة شهدت مسرحية توضح مدى قطورة الاستخدام السيء لشبكات التواصل الاجتماعي المترجمات لكثير من الاشتراك في القناة